السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً هاي أول حلقة رح نبدأ فيها بسلسلة الزوايا الفلكية اللي رح أبدأ بعمل زوايا يعني بحلقات منفصلة عشان يصير سهل الرجوع لإلها ورح تكون القائمة على القناة في قائمة اسمها أخبار فلكية طبعاً الزوايا هاي هي الزوايا البطيئة اللي بتتشكل ما بين الكواكب الأخرى اللي هي الرئيسية غير القمر هاي الزوايا لأنه إلها تأثيرات بتكون كبيرة على حياتنا إما إيجابية أو سلبية عشان نسهل على الأشخاص اللي بدهم يعرفوا هاي الزوايا وتأثيراتها يكون سهل عليهم أنهم يرجعوا لها على القناة ويسمعوها في أي وقت يقال إنها هاي الزوايا بدها تتشكل إن كان السنهاي بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة بعد مئة سنة هي نفسها نفسها نفس الكلام رح ينحكي نفس الكلام عن هاي الزوايا ولكن الإضافة اللي بتصير إنه بعد ما نحكي التأثيرات العامة عن هاي الزاوية منحكي عن اليوم تحديداً اللي بدها تصير فيه الزاوية وشو الزوايا اللي رح تكون متشكلة وشو تحليلنا لهاي الزوايا بشكل عام ونعطي صورة أو نبدأ عن هاي الزاوية على أقرب تقدير أين تصارت وشو صار معها أحداث خلينا نروح ونشوف هاي الزاوية بالنسبة لإلها على الخارطة الفلكية طبعاً هاي الزاوية هي رح تتشكل ذروتها يوم واحد وعشرين خمسة الساعة ثلاثة وحد عشر دقيقة بتوقيت جرينيتش صباحاً يعني بتوقيت الأردن بتكون الساعة ستة وحد عشر دقيقة صباحاً طبعاً هنا خمسة وحد عشر دقيقة لإنه إحنا هاي بتعطيني على اللي هو التوقيت ساعتين عن جرينيتش إحنا الآن ثلاث ساعات عن جرينيتش هاي الأخطاء اللي إحنا دايماً بنذكرها على البرامج إنه دائماً بتحسب على تقويمها غير تقويم الجهاز وبتدخل خربطة بتخربطوا الأشخاص فيها طيب أول إشي بالنسبة لزاوية التقابل السلبية اللي راح تصير بين المريخ وبين بلوتو هي تأثيراتها بتبدأ من يوم 11.5 وبتستمر لغاية يوم 29.5 هاي المدة القصوى لهذه الزاوية من بدايتها لنهايتها الآن ممكن يصير حدث مثلاً في يوم ذروتها أو في اليوم الأيام الحامية لهذه الزاوية ويستمر تأثيره ما بعد الزاوية ولكن هي قصوة التأثير أو حدة التأثير بتكون في الفترة المذكورة الآن بيصير أوج هاي الزاوية اللي هو من يوم 17.5 ليوم 24.5 وزي ما حكينا ذروتها القصوى يوم 21.5 الساعة 3.11 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش طبعاً الزاوية هايها متشكلة في أشخاص بقولك طيب ليش الخط متقطع هاي متقطع يعني هاي زاوية مستمرة هي الآن متصلة اتصال كامل ولكن هاي الزاوية بتدل على الاستمرارية انه هاي ما بعدها رح يظل قوة لهاي الزاوية موجودة الآن هو رح يكون المريخ على الدرجة الأولى من الأسد وأيضاً بلوته رح يكون على الدرجة الأولى من برج الدلو طيب هاي الزاوية بالمختصر الإشي اللي احنا دايماً منحكيه ورح نظل نحكيه تعريفاً عن هاي الزاوية كوكب الحرب والنار والدمار والعنف والدم والجنس رح يكون هو المريخ ورح يشكل هاي الزاوية زاوية التقابل مع بلوته الكوكب اللي بيقلب كل شيء عشان يبدأ يبني من أول وجديد برضو إلو علاقة بالعنف وإلو علاقة بالجنس إلو علاقة بالدمار على نحو واسع وبرضو إلو علاقة بالحياة الأخرى وإلو علاقة بالموت طيب أول إشي بالنسبة لتأثيراته على البشر هذا الاتصال بيولد اندفاعات مخالفة للصواب وتهور وعنف عالي جداً بتدفع الأشخاص للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد ومقاومة القوانين وبعرق الكثير من المبادرات والعلاقات في هاي الفترة وبعمل أزمات طيب دولياً هو يعد دلالة على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال يعني بتتلو يعني إنها بتستمر يعني ما قبل الاتصال أو في لحظة الاتصال أو ما بعد الاتصال في أحداث إلها علاقة بالعنف بتصير بتدل كذلك على إنه الفترة اللي راح تكون ذروة هذا الاتصال فيه بتشهد إضرابات للعمال بترافقها أعمال شغب حوادث عنف برضو بتشهد هاي الفترة مقتل أحد القادل أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حدوث انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية وتفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية اللي إلها علاقة بالزلازل إلها علاقة بالحرائق مثل حرائق الغابات أو الأمور اللي إلها علاقة بالبركين هيك هاي اللي هو الشرح العام يعني هاي إمتى ما إيجا الشخص وشاف إنه هاي الزاوية تشكلت أو رح تتشكل وهي تقريبا كل سنتين بتتشكل زاوية التقابل ما بين هذول الكوكبين يعني قرابة السنتين بتصير هاي الأحداث أو من نعطي نفس التحليل لهاي الزاوية طيب إمتى صار هاي الزاوية المرة اللي قبل هاي وشو صار فيها الآن هاي الزاوية تشكلت ذروتها يوم خمس ستة الفين وواحد وعشرين كان المريخ موجود في برج السرطان وكان بلوتو موجود في برج الجدي ماشي الآن في هذا التاريخ بدأ الاحتلال الصهيوني يستفز اللي هم الأشخاص السكان اللي موجودين في المدينة القدس القديمة اللي هو حي الشيخ جراح وهاي أكيد أغلبكم سمعوا لأنه هاي يعني هزت العالم كلها كأخبار الآن من يوم خمس ستة هذا التمرد اللي صار في الحي وثورة الناس وغضبهم خلى الأمور تحتد بزيادة عن اللزوم ووصلت آخر إشي لاشتباك ما بين غزة وما بين الكيان المحتل الغاصب وبعديها استمر اللي هي حالة العنف اللي صارت موجودة استمرت لغاية يوم واحد وعشرين ستة يعني من يوم ستة ستة بداية الأحداث ليوم واحد وعشرين ستة كانت الزاوية هاي خلص انتهت انتهت الأحداث معها ولكن خلفت كثير من الدمار والإصابات والعنف والقلق والتأييد والتمرد والمظاهرات وا 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 إلى ما لا نهاية هذا حدث ولو رجعنا على كل سنتين لورا بنفس تشكل هاي الزاوية وشفنا شو كان في أحداث منلاقي انه دائما في أحداث لها علاقة بالعنف والدمار والاشتباكات والتمدرد والمظاهرات ووائلة من نهاية طيب ايش بتتوقع يا سعيد خلال الفترة هاي المشكلة بالفترة هاي انها شوي فيها لفة ودورة يعني ماشي هو في عنف وفي الأمور اللي ذكرناها ولكن اللفة ودورة ويني بتيجي أول إيشي خلينا نمسك كوكب كوكب نيجي على المريخ المريخ على الدرجة الأولى يعني بداية أو في مرحلة تأثيرات الانتقال وعادة احنا كنا لما نحكي عن المريخ انه بدي ينتقل من كوكب من برج لبرج خمس أيام ما قبل وخمس أيام ما بعد بيكون بأوج عنفه فبيعمل اضطرابات عنيفة جدا وممكن تثور أعمال عنف ومواجهات وتفجيرات وهذا هو الحاله بدون تقاويل بلوتو الآن بلوتو يعني خلينا لأ نرجع على المريخ نكمل عنها هاي النقطة الآن المريخ ما بدي أخبي عليكو إشي يعني ما رح أحاول أني أعمل أي إشي فيه المريخ الآن بدي يدخل على الأسد الأسد العشرية الأولى منه إلها علاقة بالشمس إلها علاقة بالجيش إلها علاقة بالقيادات إلها علاقة يعني برأس النظام أو رأس الحكم في الدول هذا واحد والمريخ داخل هاي النقطة معناته هنا الأمر السياسي بالعب دور كبير طبعا الأمر المناخي أيضا بالعب دور كبير والأمور اللي إلها علاقة بالحوادث اللي بالطبيعة وتغيير المناخ وإلى ما لا نهاية بلوتو هو موجود في برج أو أول درجة من برج برج إلها علاقة بالتمرد إلها علاقة بالاستقلالية بالحرية وبيتراجع يعني فوق ما هو عنيف العنف هذا بدي يزيد كمان درجة ماشي طيب الآن هاي زاوية التقابل شيء والشيء الآخر اللي هو في المريخ نفسه بشكل زاوية تربيع مع المشتري يعني هنا الموضوع صار إلو علاقة بالجيش والحرب والأمور هاي وإلو علاقة بالمال وأيضا نفس المشتري بشكل زاوية تربيع مع بلوتو يعني عنا زاوية بزاوية بزاوية ثنتين تربيع ووحدة تقابل هاي اللي إلها علاقة بالمريخ بالمشتري وإلها علاقة ببلوتو برضو بتدل على أحداث إحنا منذكرها في التوقعات اليومية إلها علاقة بخسارات مالية وانهيارات بنوك وطبعا من أول ما يوم ذكرناها بلشت الأحداث العالمية الاقتصادية قاعدة بتصير وبتتوالى بالاقتصاد بنهار شوية شوية على مستوى العالم وفوضة اقتصادية عالية جدا طيب الآن لما بتصير هاي الثلاث زوايا مع بعض معناته بنقول إنه في إشي العلاقة بالاقتصاد رح يكون بالأساس كقاعدة أساسية يولد عنه قرارات القرارات هاي ممكن تصل لمرحلة العنف والدمار أو التمرد أو المظاهرات أو الاحتجاجات وممكن توصل لمرحلة اختلاق حروب لأجل التغطية على الكساد أو على الانهيار الاقتصادي أو رده وين؟ ودول أنا ما بقدر أحكي ولكن هي خلينا نحكي الدول للحامية والأحداث رح تبين هاي الأمور طبعا في ناس دا تقولك ليش ما بتقدر تحكي ما تحكي اللي بدك يا الله يا عمي أنا في الأردن يعني عادي جدا بنسحب وبروح في 60 دقائق يعني ما بقدر أحكي مش أنا محسوب على جهاز مخابرات بروج إشاعة زي ما هم بدهم وعادي بيسمحولي هذا الموضوع أنا إنسان عادي يعني بنشحت في أي لحظة وتبهدلت كثير أنا من وراء الأشياء هاي فمش ناقصني طيب إذن قلنا إنه هاي الزاوية إلها علاقة بالاقتصاد وإلها علاقة بالعنف وإلها علاقة بالتمرد إذن الفترة القادمة هاي فترة مش سهلة وفترة حامية وعلى الأشخاص أو على الجميع بالفترة هاي يضبط أعصابهم لأنهم عندهم قابلية للتمرد للعنف حالات الإغتصابة بتكثر المشاكل الجنسية بتكثر الناس اللي بيبطل عندهم قدرة للاحتمال العنف بصير سائد عند الجميع ما حدا بتحمل حد فعشان هيك قدر الإمكان بتكون تتجنبوا الأمور اللي إلها علاقة بالغضب أو ردات الفعل السلبية لأنه هذا الإشي آثاره رح تكون عنيف جدا طبعا أنا اليوم بسجل هاي الحلقة ولسه الزاوية يا دوب بلشت تبني أول ثمارها يعني لسه لسه في يعني على الحسابات يا دوب أطرافها بلشت تتشكل وجرائم القتل بلشت تتوالى أخبارها شوي شوي معناته منقول الله يصدر من الجاي ويرحمنا برحمته وأي سؤال أو استفسار يعني اتركوه واللي بصير عنده أحداث من الأشياء اللي ذكرناها يكتبها بالتعليقات وبتمنى السلام للجميع طبعا احذروا من ارتفاع درجات الحرارة والتقلب بالمناخ عشان من ننسى أي شيء لأن دخول المريخ على الأسد معناته في تقلب حاد جدا رح يصير في المناخ بالفترة هاي وخصوصا إلو علاقة بارتفاع درجات الحرارة وبترتفع نسبة الأمور اللي إلها علاقة بالحرائق وإن شاء الله إنه ما يصير ولا أي شيء من اللي أنا ذكرته هيك نكون انتهينا من توقعاتنا وأخبارنا الفلكية لهذا الحدث وإذا عجبكو هذا الموضوع أو الطريقة هاي اكتبوا لي في التعليقات عشان نستمر في هذا الموضوع إذا ما عجبكو بدكو يا من خلال التوقعات اليومية برضو ما عندي أي مشكلة هيك من انتهي من توقعاتنا والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة